مجلس بلدي الشمالية بإنشاء عدد من الحدائق النموذجية لتكون متنفسا لأهالي المنطقة المحافظة الشمالية الحدائق الموجودة عنها عبارة عن صغيرة وليست نموذجية وطبعا نحن بصفتنا عضاء بلديين نغف دائما مع المواطن زين فالرسوم بتتيل نوع يعني ثقل على كهل المواطن فيعني المواطن بيكون مثلا لروح الحديقة مع ابناء خامسة ولا أربعة يمكن احتمال يروح مثلا الصباح والمساء فبيكلف المواطن يعني فلوس فحنا رفضنا بهالسباب دي كما بحث المجلس أخيرا المستجدات حول المشكلات التي تؤرق أهالي المنطقة والمتعلقة بقيام البعض بنثر بقايا الطعام في بعض الأحياء والتي تسبب بشكل لافت في انتشار الكلاب الظالة حيث تم خلال الجلسة البحث عن الطرق المثلى في توعية المواطنين كخطوة للتقليل من وجود الكلاب الظالة داخل الأحياء السكنية الأخوة المواطنين والمقيمين يعني من فضلاته بالأخص يعني العظامة واللحوم والأسماك يعني يرميه في المواقع هذه مما تجلب الكلاب الظالة وتسبب أضرار للمواطنين فأنا أفضل أن هذه اللحوم ما اللحوم هذه توضع في مكان المخصص له ما توضع حق يعني ويا الحب أو ويا الشعير أو ويا الرز أثناء رمية في الموقع هذه مما تتكاثر فيه الكلاب الظالة وتسبب ضرار حق المواطنين ومثل ما شفتها وشفت المواطن الولد اللي عظى الكلب كما طالب المجلس بلقاء سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لبحث آلية تنفيذ المناقصات الزمنية بهدف التعرف على الإشكاليات التي قد تواجههم عند معاينة عدد من المناقصات لإيجاد الحلول المثلى للإسراع في وطرة تنفيذها خصوصا المتعلقة بمشروع الترميم لفئات معينة من المجتمع خول اللي جرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين